السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الورد على عيون أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار في كل مكان حلقة جديدة وثالثة هذا الأسبوع من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين حلقة يوم الأربع الموافق 9 يونيو 2021 عشان بس أكد أن أنا ما بنساش وخصوصا في عمل الخير والحاجات الإنسانية ما ينفعش ننساها أنا متابع مع حضراتكم الملف بتاع الطفل رشيد اللي احنا فتحناه هنا في الحلقة مبارع وكان معنا الأستاذ ياسر والد الطفل رشيد واللي اتكلمنا عن صعوبة وندرة المرض اللي عند رشيد طفل عنده يمكن 11 شهر ربنا يعني يفرح أهله بيه ويشفيه ويعفيه ويرجعه له مسالم غانب إن شاء الله والسعر الغالي جدا 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 بتاع الحقنة اللي بتعالج هذا المرض اللي تمنها تقريبا 2 مليون دولار يعني أكتر من 32 مليون جنيه مصري حاجة صعبة قوي لكن احنا مبارع حطينا قدينا على بداية الطريق وبداية الطريق هو إنه ما فيش حاجة أولا صعبة على ربنا وما فيش حاجة كبيرة ولا غالية على ربنا سبحانه وتعالى يقول الشيء كن فيكون رقم اتنين إن المفروض ما فيش حاجة تبقى صعبة علينا كمصريين لو احنا يد واحدا لو احنا تكاتفنا وتكاملنا وتعاوننا في البر والطقوة وهو ده البر ربنا قال وتعاونوا على البر والطقوة ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اقول ده بر البر إن احنا نشوف طفل في كربة في أزمة نشوف أب و أم ملتعين وعندهم صدمة فظيعة خوفا من ضياع ابنهم متهيق لي بر البر إن احنا نساعدهم ونقف جنبهم وقلنا إن رغم ضخامة المبلغ لكن ما فيش حاجة كبيرة علينا كملايين المصريين وبرح اخترعنا الطريقة بتاعت إنه جنيه من كل مصري قادر ولا مش قادر أعتقد كلنا قادرين على إن احنا ندفع جنيه ومبارح كان معنا الأستاذ ياسر واقتنع إنه يعمل رقم حساب في بنك علشان يتلقى التبرعات رجل الأعمال أو الشخصية العامة أو الفنان أو الإعلامي أو كذا اللي مقتدر وقادر إنه هو يدفع مليون جنيه قادر يدفع عشر تلف جنيه قادر يدفع حالات رشيد وأمراض أخرى مختلفة كان وصلهم حالة من حالات اليأس يعني تخيل أنت أنا لما تعرف إن ابنك تمن علاج وتلاتين مليون جنيه أنت مش هتفكر أصلا هتكلم جارك ولا هتكلم مين تقوله سلفتني تلاتين مليون جنيه بالعقل لا فللأسف في أسر كتير وصل لها حالة من حالات اليأس وقادت لها خلاص قدر الله ما شاء فعل وأسقط في عيدنا فاللي إحنا عملنا وقلنا نبرح في الحلقة صح الأمل في نفوس أسر كتير عندهم زي رشيد وأمراض أخرى لأطفالهم فقال لك الله تم القصة ممكن تبقى سهلة لو إحنا عملنا برضو تبرعات لولادنا بالشكل ده بس طبعا بشكل قانوني ومثبت والولد يكون مريض فعلا وقته عشان بس ما حدش يخش يحاول يستسكى في الموضوع ده ما فيهوش هزار وأنا بقولك اللي عايز يهزر في الموضوع ده حيبقى بيهزر بقى استقفى الله العظيم مع ربنا سبحانه وتعالى وهنا العقاب حيبقى قاسي لأن انت هنا يعني حتنصب في موضوع لا يمكن لا يمجال فيه للنصب أو الاحتيال لكن ملناش علاقة بالقصة دي احنا بنقاطب الناس اللي قلوبها طهرة ونيتها سليمة فالقصة سهلة لو كل حالة طلعنا لها احنا جنيه بعد ربنا سبحانه وتعالى وشفاءه وستره وفضله وتوفيقه مش حيبا فيه حد عيان تخيل انت كده طلعت من محفظتك خمسين جنيه خمسين جنيه دون راح والخمسين حالة كل واحد منهم جنيه من الحالات الصعبة دي خلصت وانا وعدتكم ان انا النهاردة انزل ارقام حسابات التبرع للطفل رشيد لكن احنا تواصلنا من نص ساعة بس يمكن على الساعة سبعة ونص تقريبا مع الاستاذ ياسر والد الطفل رشيد وابلغنا ان الحسابات البنكية اه تفتحت بس لسه ما تفعلتش تعارفين الحساب البنكي تروح تقدم على فتحه بس بياخد من 24 ساعة لـ 48 ساعة عشان يحصل له حاجة اسمها اكتيفيشن اكتيفيشن يعني تفعيل فالحسابات لم تفعل بعد فبالتالي انا مش حاضر اقول لكم ارقام الحسابات دلوقتي لحد ما تفعل فاحنا هنتبع معها لو تفعلت خلال الليل او النهار بكرة بكرة بالليل ان شاء الله الحسابات ايه هتتفعل النهاردة طيب الاستاذ ياسر هو والد الطفل رشيد معنا عشان يقول لنا موعد تفعيل الحسابات مساء الخير مرة تانية يا استاذ ياسر السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا الحمد لله تمام انا دلوقتي حاجة ان انا اقول ان احنا الحمد لله بمساعدة طبعا وزارة طبعا من الاتماعي وسرعة اداء البنك المركزي احنا الحمد لله دلوقتي معانا حسابين واحد بنك اهلي والتاني تي اي بي اه تمام فانا كنت حابب بس انوه قبل ما اقول احكام الحسابات ان الحسابات دي ان شاء الله هتكون شغالة او مفاعلة المعارضة الساعة 12 بالليل يعني اتداءا من الساعة 12 بالليل يعني من بكرة يبتلي تلقي الاموال في الحساب لمن يريد التبرع بص حضرتك هو يعني اتداء من الساعة 12 بالليل انا كده انا بدخلنا في بكرة صح ده طبعا بالنسبة للاجراج البنكية يعني انا بالوقتي انا حطيت فلوس الساعة 12 بالليل ودقيقة فانا كده بحط فلوس يوم عشرة مش يوم تتعال صح ده طبعا يعني الكلام ده بتنزل للبنك مفهوم 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 فمن النهاردة الساعة 12 بالليل اه ان شاء الله الناس ممكن تبتلي يعني خلينا نقول كده الاعلان الرسمي ان هذه الحسابات مفعلة بدءا من يوم عشرة يونيو 2021 تمام يوم عشرة يونيو اللي هو يبقى الساعة 12 ودقيقة النهاردة ان شاء الله تمام كلام مفهوم قل لي الحسابات طيب هل الاحسن ابعتها لحضرتك على البرنامج ولا اقولها اه زيما انت ابعتها على الارقام الاستاذ اللي بيتواصل مع حضرك ماشي ابعتها واتساب او رسالة اس ام اس على رقم الاستاذ المعد اللي بيتواصل مع حضرتك واحنا هننزلها على الشاشة حالا طيب خلاص اوكي انا بالفعل بابعتها له حاليا خلاص وهو كذا شكرا ليك وتحياتنا للولدة حاضر حاضر يا استاذ ياسر عندنا الاثنين وربنا يكلل مجهودنا ده ان شاء الله بالشفة لرشيد شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا الحمد لله شفته شفته بس هو لهفته على انه يعني انا حتى بكلمه بقوله متشكل ليك وسلم على زوجتك اللي هي مامة رجيب مش عارف كذا هو تقريبا مش سمعني هو مركز طول الوقت ان الحساب حيتفعل لانه عنده حق انا مش بالوم عليه بالعكس ده انا لو مكانه يعني ربنا ما قد مكانه الواحد فينا ابنه ولا بنته لما بيسخنوا شوية ولا بيتعوروا ولا شكا بتخش في صباحهم احنا بنشأل بالدنيا وما بنمشي الليل فما بالك بقى بحاجة صعبة زي دي فانا متخيل موقفه عامل الزعش كده هو تقريبا مش سمعني هو مالك الحساب يتفعل 12 بالليل لانه نفسه فعلا كلنا دلوقتي في عرض كل جنيه حيتحط في حساب رشيد عشان يتعالج وانا متأكد ان شاء الله المصريين اللي عملوا وجمعوا 60 مليار جنيه في اسبوع عشان قناة السويس ده اقتصاديا ووطنيا وانتماءا انسانيا وبرا وثوابا يقدروا يجمعوا 30 مليون جنيه في يومين 13 اسبوع على فكرة الولد قدامه لسه شهرين 3 ممكن ياخد فيها الحقنة فبراحتنا خالص وزا ما قلت لكم جنيه جنيه وخلصوا بسرعة قصة رشيد عشان عندنا حاجة تانية فيه اطفال تانية الناس تواصلوا زي ما قلت لكم احنا شجعناهم في قصة الولد آسر وفي قصة البنت لايال وفي قصص تانية لازم نشتغل عليها بس انا شوف بس الدنيا باشية مع حساب رشيد ونبتدي نشتغل ولو البنمج ده انا بعد الحمد لله رب العالمين سخرت ولده بس يكفيني يعني لو ما كانتش في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاخبار وبس ساعدنا الناس وعالجنا الاطفال وجمعنا من بعضنا وحطينا ايدينا فوق وزرعنا ثقافة التكافل ده يكفيني قابل بيه رب كريم ربنا يقدركم على فعل الخير ويبعد عندنا يا رب احنا ولدنا اي شر واي مرض قولوا امين قولوا امين قلتوا امين اللهم امين يا رب ده رقم حساب البنك في بنك CIP ده الرقم الحساب زي ما بعته لنا الاستاذ ياسر والد رشيد ارجو انتو تخلو بس ثواني كده عشان الرقم طويل فاللي عايز يكتبه على ورقة او يسجله على الموبايل يلحق يسجله وشوية وحننزل لكم الحساب التاني اللي في البنك الاهلي المصري اللي فتحه كمان بحيس انه هنا ينفع وهنا ينفع طيب خلو الحسابات موجودة انا باتكلم في موضوع تاني بس خلو ارقام الحساب شوية موجودة للناس عشان تلحق تسجلها نص دقيقة كده ونزلوا الحساب التاني بتاع البنك الاهلي ان شاء الله طيب بما اننا اتكلمنا عن البنك الاهلي يبقى لازم نتكلم عن الايه عن الاهلي هكلمكم شوية كرة كده سريعة بس هكلمكم اخبار وشوية اجتهدات وشوية كواليس وشوية حاجات كده جامل كنترول الاهلي فيه بحث طول الوقت وفيه عمل دقوب طول الوقت علشان صفقات الصيف مركاته الصيف الاهلي شغال عليها من دلوقتي على قدمه ساق علشان يسد التغارات اللي عنده ويعزز خطوطه بالمراكز اللي فيها دروب شوية انا قلت لكم الاسبوع اللي فات انه ربما يبقى فيه تفاوض قوي ما بين الاهلي ونادي بيرامدز عشان الاهلي ياخد ابراهيم عادل الجناح الصغير الموهوب في نادي بيرامدز ولد يطلع منه شغل كتير اوي 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 خصوصا لو انضم للاهلي هو بيلعب باجادة كاملة على الجناحين بيلعب رجلين اتنين يمين وشمال فبالتالي جناح يمين يمشي وجناح شمال يمشي وولد لسه صغير 21 او 22 سنة والمستقبل قدامه كبير ومهاراته موهبته كبيرة اوي اوي ففيه كلام ما بين الاهلي وبيرامدز على ابراهيم عادل الجديد النهاردة انه في مركز رأس الحرب وانتو عارفين ان رأس الحرب صدع في رأس بوسيماني وفي رأس الجهاز الفني ولجنة الكرة بالنادي الاهلي لسبب انه مروان محسن هو مروان محسن وانه بوالية ما بقاش بوالية بوالية بتاع الجونة ما هوش بوالية بتاع الاهلي فبالتالي الفرق كبير ومحمد شريف هو مش رأس حربة اصيل بس احنا بنستخدمه كرأس حربة والولد عمل شغل ممتاز لكن احنا محتاجين رأس حربة رأس حربة الجديد اللي انا بقولهلكو ان فيه تفكير حقيقي جوه النادي الاهلي ده صورة ابراهيم عادل لعب نادي براملز فيه تفكير حقيقي جوه النادي الاهلي لشراء مين بقى عبدالرازق حمد الله مين عبدالرازق حمد الله عبدالرازق حمد الله هو لاعب مغربي مهاجم نادي النصر السعودي هو كبير في السنة شوية هو 30 او 31 سنة هو موليد 1990 يبقى 31 سنة دلوقتي بس من المهاجمين الممتازين اللي بتقال عليه مهاجم سوبر هو ناجم ناديه في نادي النصر الموسم ده هو هدف ناديه واعتقد احرز اتناشر هدف ومن اللاعبين الجيدين جدا وكان طول الوقت في المنتخب المغربي والكلام عن اما شراء الاهلي يشتري عبدالرازق حمد الله اما يدخل في صفقة تبادلية احنا ناخد عبدالرازق حمد الله من نادي النصر السعودي والاهلي يبادله بلاعب نادي النصر ممكن يكون محتاجه والكلام ممكن ممكن انا بقول كلام ممكن يكون على حسين الشحات لاعب النادي الاهلي هل ستتم الصفقة تبادلية ولا هيتم الشراء مباشر ولا مش هيتم خالص الايام اللي جاية حدبان بس انا بقول لكم كواليس عشان النادي الاهلي وجماهيره يبقوا متطمنين على انه ادارة الاهلي ومجلس الادارة واللجنة الكرة مش تكتين لا شغالين كويس وفي حاجة تانية يمكن بكرة او يوم الحد ده هقول لكم على اسمه واسمين كمان وفيه بشرة كويسة عايزة اقولها لحضراتكم جميل الاهلي الالآن على مباراة الترجي اللي جاية مجدي افشا بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة ان شاء الله سيلحق بيه مباراة الذهاب مع نادي الترجي في تونس مجدي افشا النهاردة شال رباط الكاحل اللي هو كان لافف بي رجله بسبب الاصابة اللي حصلته في مباراة نهد بركان في كأس السوبر اللي اتلعب من حوالي اسبوعين في الدوحة القطرية والنهاردة مجدي افشا شال رباط الكاحل ويشعر بتحسن كبير ومن علاقاتي كده بالجهاز الطبي للنادي الاهلي انه احتمالية لحاق مباراة الذهاب حتى مش مباراة العودة مباراة الذهاب كبيرة تصل الى اكتر من 90% فاضل بس ان هو يبتري يجري ويبتري يخش في التدريبات الجماعية الجمعة او السبت مش ده اللي بعده فلسه قدامنا 9 ايام على المباراة فان شاء الله مجدي افشا يتعافى والحق بالمباراة وانتوا عارفين طبعا اهمية مجدي افشا طبعا اهمية فرقة كلها بس مجدي افشا برضو من الركاز الاساسية لانه عقل الفريق المدبر وصنع الالعاب والترمومتر بتاع نص الملعب اللي موجود في النادي الاهلي فوجوده مهم جدا ان شاء الله في مبارتاي الترجي في سيمي فاينال التشامبينز ليج من اجل الوصول الى النجمة العشرة طيب ده رقم حساب البنك الاهلي مش ده رقم حساب البنك الاهلي بتاع رشيد علشان يبقى كده الحسابين معاكم وخلصنا ذببتنا من ربنا والباقي عليكم بقى طيب يبقى حاجة واحدة هقولها لكم انا احنا كلمنا عن الاهلي لازم نتكلم كمان عن الزمالك القلعتين الكبيرتين في كرة القدم المصرية والكلام ان انا هقوله ده والله بقوله من قلبي رغم ان انا اهلاوي جدا 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 الكلام متعلق بفرجاني ساسي انا رسالتي لجماهين نتزة مالك انه انا عارف انه الصدمة صعبة وانه رحيل واحد من نجوم الفريق ومن اكبر نجوم الفريق ومن امهر اللعيبة في الفريق شيء مش لطيف لكن في النهاية دي اقدر الحياة ادي حل كرة القدم هو الزمالك مش مشي منه اللي احسن من فرجاني ساسي مئة مرة اللي مشي منه حسن شحاتة بط الكورة وفاروق جعفر بط الكورة وحماد عبدالطيف وحزم امام وناس ناس اساطير والزمالك ما انهرش والزمالك ما وقعش الزمالك كمل وفضل قلعة كبيرة في كرة القدم فارجو ان جماهير الزمالك ما تبقاش في حالة صدمة اوي خصوصا وعلى فكرة خصوصا دي احنا السبب فيها بس هما مش انا اوي يعني احنا الاعلام الرياضي اوي يعني الاعلام الرياضي بيحسس الجماهير ان بعض اللعيبة مولودة في النادي يعني بعض الناس كتبت فرجاني ساسي ابن نادي الزمالك فرجاني ساسي يعشق المش عارف الفنلة المشعل كذا زي ما كانوا بيكتبوا على رمضان صبحي في الاهل يقولك ابن النادي ويتقالك انه بيأكل النجيلة وممكن يشتغل يلم الكور ويشتغل يمسح الجزم في قط اللبس وفيش كلام من ده ما فيش كلام من ده دول لعيبة محترفة ادفع تلعب هو مبدأهم كده ادفع تلعب مش هتدفع مش هلعب لك مش هتدفع مش هلعب هروح للي بيدفع القصة واضحة فارجوكم بلاش المشاعر الفياضة والعواطف الشديدة دي لان ملهاش محل دلوقتي في كرة القدم ملهاش محل في كرة القدم الان في زمن الاحتراف الجامد ده الجامد ده اللي هو الاعمى عبارة عن هتدفع لي وحتنتظم وحتبيني اجر اعلى هروح وعموت نفسي في التشرت بتاعك هتقسع معايا في الصرف يوم شكرا فانا بقى رسالة الجامد النات الزمالك انه فرجاني ساسي اعتبرها صفحة وانطوت والرجل قال خلاص انا اخلصت النات الزمالك وعملت النات الزمالك وكذا وقعني الاوان ان انا امشي وانا استحملت كتير وليا متأخران كتير ومش عمي ايه خلاص متشكين يا استاذ فرجاني عملت اللي عليك ويجي غيرك يعمل دوره والزمالك عنده قطاع ناشئين ممتاز ممكن يطلع ناس من الناشئين وممكن يستقدم حد تاني واللي حد تاني ده ممكن يبقى احسن من فرجاني الدنيا كده لا الاهل يوقع بعد عبدالله السعيد ولا بعد رمضان صبحي ولا بعد احمد فتحي ولا 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 الزمالك حيقع بعد فرجاني ساسي الاندية الكبيرة هي اللي بتعمل اللعيبة الاندية الكبيرة هي اللي بتعمل اللعيبة فرجاني ساسي اه اللعيب مهم بس بقى نجم النجوم والزهو في نادي الزمالك في نادي الزمالك فالكبار هم اللي بيصنعوا اللعيبة الكبيرة مش العكس فانا الصدمات والمشاعر والمشاعر والمتاع الحاجات اللي انا شايفها على مواقع التواصل الاجتماعي من جمهنة الزمالك أرجوكم بصوا لقدام صفحة وانطوط بصوا على الصفحة الجديدة اللي يا ربي بقى فيها خير للكرة المصرية كلها وده اللي احنا تعلمناه من اللاتشات اللي احنا طلطشناها كجماهير الكرة خلال الفترة اللي فاتت سواء أهلي أو زمالك أو إسمائي ما فيش حاجة اسمها ابن النادي وما فيش حاجة اسمها انتماء للفانيلا انتماء اللعيبة دلوقتي للدولار اللي مع الدولار واللي حيخش في المزاد هو اللي ولاقي وانتمائي له ده حال لعيبة كرة القدم ننبسط ما ننبسطش دي قصتنا لكن هو ده الواقع اللي لازم نعترف به فلازم نغمي عينينا عن اللعيبة ونفضل نشجع الكيان لان اللعيبة بتمشي واللي بيفضل الكيان اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل النهاردة فيه خبر حلو متعلق بالكورونا واللقاحات الحقيقة هم خبرين حلوين الاتنين احلى من بعض الخبر الاول حوليكم بسرعة وهو انه الاعلان اللي تم الاعلان عنه الاسبوع اللي فات ابتدى النهاردة وهو تلقي المواطنين من كبار السن وغير القادرين على الحركة اللقاحات في المنازل بطريقة الدليفري زي كده تناول المأكلات وطلب الاكل عن طريق الدليفري كمان اللقاحات اصبحت دليفري وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايدة علانت عن ده الاسبوع اللي فات والنهاردة ابتدى هذا الكلام وفي ناس اتطعمت او اتلقحت في بيوتها من النهاردة عن طريق المندوبين لوزارة الصحة والمعامل اللي وصلوا لهم في البيت وتم اخذ التطعيم في المنزل بكل راحة ويوسر زي ما حالكم شايفين في الصور ودي الحقيقة خطوة ممتازة تعملها الدول المتحضرة الرقية التي تحترم مواطنيها خصيصا كبار السن والغير قادرين على الحركة فده خبر مبشر ويسعدني لانه معناها ان الدولة بتفكر في مواطنيها خصوصا اللي عندهم صعوبات الخبر التاني اللي اعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة انه اول جرعة او اول لقاح اول عبوة من اللقاح المصري اللي اسمه سينوفاك ستنتجه مصر الاسبوع القادم اول عبوة من اللقاح المصنع في مصر تحت اسم سينوفاك سيظهر الاسبوع القادم سينوفاك هو سينوفارم بس صنع في مصر سينوفارم هو اللقاح الصيني احنا خدنا المادة الفعالة من الصين واجبناها هنا وكلام ده احنا اعلننا عنه حضراتكم الشهر اللي فات ثم ابتلينا في مراحل تصنيعه داخل الشركة القبضة للمصل واللقاح باكسيرا والنهاردة رئيس الوزراء اعلن ان اول عبوة ستظهر في الاسواق ان شاء الله مطلع الاسبوع القادم ودي خطوة ممتازة تدلك على ان احنا كمان ما بقناش موفرين للقاح لا ده احنا اصبحنا ايضا مصنعين للقاح وده يدخلك ضمن الدول اللي الحقيقة في مصف محترمة وبتشتغل بشكل مدروس ومنهجي ومخطط طيب مش هكلمكم تاني عن ان ضرورة اخذ اللقاح ومش هقعد ازيد وعيد تاني على اهمية اخذ اللقاح لان انا كلمت فيه امبارح واول امبارح والاسبوع اللي فات وقلت ابوس ايديكم ابوس ايديكم خدوا التطعيم والله العظيم امان والله العظيم دي انا بقولها بناء على جدية وتأكيد اهل الاختصاص منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وكل الاطباء كل اللقاحات اامنة اامنة لا تضر من يحصل عليها وكل ما ناخد اللقاحات كل ما فرص اصابتنا احنا واهلينا وحبايبنا تقل وحتى لو اخدنا المرض لقدر الله بيبقى الاعراض اللي تظهر علينا ضعيفة جدا جدا ما تؤديش بنا بقى الى الدخول الى المستشفيات او الوضع على اجهزة التنافس الصناعي او الوفاة لقدر الله بالاضافة الى انه بعد كده التعامل مع الجهات الرسمية والحكومية او التعامل مع العالم والصفر لن يكون الا باخذك للقاح فحتبقى محبوس بعد كده بحاجة بتعامل معاك لو انت مش واخد اللقاح والحمد لله لقاعات متوفرة يبقى حاجة واحدة الناس بقى قاعدة ونحب اقول المواطن لما بقاعد كده ماسك الشيشة وقاعدة على القهوة وقولك طب انا حاخد الصيني ولا حاخد الانجليزي ولا حاخد المصر اللي حينزل بس انا سمعت ان الصيني بيعمل مش عارف ايه وكذا ماشي هنفضل معاك للاخر عشان نقول لك كل المعلومات عشان ببقالكش حجة في فرق ما بين اللقاح الصيني وفي فرق ما بين اللقاح الانجليزي اللي هو الاسترازينيكا او الصيني اللي هو السينوفار ايه الفرق الاثنين لقاحات والاثنين معتمدة الاثنين لقاحات والاثنين معتمدة الفرق ان الصيني معمول مش هخش بقى في حاجات علمية او فيزيائية وبيولوجية او يعني وكميائية بس اختصرها لكم كده الصيني معمول من فيروس ميت فيروس الكورونا بس فيروس ميت غير نشط بتتحقن حضرتك به اما الانجليزي اللي هو الاسترازينيكا فمختلف شوية هو الفيروس بتاع كورونا وفيروس كورونا كده كده ميت بس حالك بتتحقن به محمل على فيروس حي استرازينيكا الفيروس بتاع كورونا مخفف طبعا وهو كده كده فيروس ميت بتاع كورونا بيتحمل على فيروس نشط فيروس حي وتتحقن به عشان كده اللي بيتحقن به اللقاح بتاع استرازينيكا بيتعب 24 ساعة لانه اتحقن بفيروس حي فيروس نشط فاول ما بيخش بينشط في الجسم بس الدرجة صغيرة فبيخلي كورونات الدم وكورونات الحمرة والبيضة والمناعة والمش عارب ايه تشتغل وبتقف عشان كده فيه ناس بتتعب شوية فيه ناس بتحس بشير التكسير العظم فيه ناس بتسخن شوية وقرصين قسمين زي ما قلنا بيخلصوا القصة وبتاع تاني يوم بتبقى زي الفل السينوفارم الصيني عشان الفيروس اللي انت حقن به فيروس غير ناشط وميت فاللي بياخد اللقاح بميحسش بحاجة فهمت حاجة بني؟ فهمتو؟ لو ما فهمتوش التقرير بتأيقلي هيفهم الكل لانه بالشكة والسكينة مع زيادة اقبال المصريين على تناول لقاحات فيروس كورونا يتردد بداخلهم العديد من الاسئلة والتي كان من بينها ما هو الفرق بين لقاح سينوفارم ولقاح استرازينيكا وهو ما كشفت عنه وزارة الصحة والسكانة حيث قالت ان لقاح استرازينيكا لقاح من انواع النواق الفيروسية وبين الجرع الاولى والثانية ثلاثة شهور اما لقاح سينوفارم هو لقاح به اجزاء معطلة او ميتة من الفيروس وبين الجرع الاولى والثانية 21 يوما فاللقاح الصيني سينوفارم يصنع بتقنية اللقاح المعطل غير النشط تماما وهي تقنية متوجدة في اللقاحات الميتة غير النشطة ولا تسبب اي اثار جانبية لمتلقيها اما نوع ثاني من اللقاحات وهو استرازينيكا يسمى لقاح ناقل فيروسي بمعنى انه يستخدم الشوكة البروتينية لكورونا محملة عروس غدية البرد وهو فيروس حية كورونا نفسه ليس حية لكنه محمل على فيروس حية ولا تسبب لقاحات فيروس كورونا الاصابة بالعدوى وتأخذ على هيئة جرعتين نصف ملي عن طريق الحقن العضلي في العضلة الدالية وتحفز اللقاحات الجهاز المناعية على تكوين اجسام مضادة لحماية الجسم من الاصابة بالفيروس مستقبلا اما عما يظهر من اعراض جانبية لمتلقي لقاح كورونا كارتفاع درجة الحرارة يكون علاجه من خلال خفض للحرارة عادي وليست مضادات حيوية وهذه الاعراض نفسها ما تحدث مع الاطفال عند تلقيهم التطعيمات الحية عند عمر السنة والنصف وان مطلقي استرازينيكا يشكو من الاعراض ظن منهم انهم اصيبوا بفيروس كورونا لكنهم في الحقيقة اصيبوا بفيروس البرد محملا عليه بروتين شوكي من فيروس كورونا فالاصابة بالفيروس بعد تلقي الفرد لقاح كورونا امر وارد حال عدم الالتزام باتباه الاجراءات الاحترازية وتتمثل اعراض ما بعد تناول اللقاح في ارتفاع درجة الحرارة او حمى غثيان سيلان الانف فقدان حاستي الشم وتضوق او تورم في العينين وآلام في البطن او العظام اسراء سعد اخر النهار اعتقر ان التقرير شافي ووافي وكافي وفيه كل المعلومات والتفاصيل بحيث ان حضرتك تختار على رأيي الاعلان بتاع زمان كده نقل واختار يا عبدالستار المهم تختار طيب بما اننا كلمنا عن الاعلان بتاع زمان هكلمكم عن الاعلان بتاع النهاردة كان فيه حملة اعلانية عملتها شركة العربي اعتقد من سنتين او تلاتة يعني مش متذكر التوقيت تحديدا بس كانت حملة اعلانية ومبادرة جميلة جدا وانسانية جدا 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 كان اسمها شكرا يا امي تايلي حالكوا فاكرينها وفاكرين الاغنية بتاعتها والاعلانات الكتير اللي احنا شفناها على قنوات مختلفة وكانت فيها مش بس مجرد اعلان عن المنتج اللي بتنتجه وبتصنعه شركات العربي لا فيها رسالة انسانية وفيها تراحم وفيها بر بالوالدين وفيها تعظيم لدور الام وفيها تقدير للمعاناة والتضحيات الكبيرة اللي بتلعبها الام في حياة كل واحد فينا النهاردة شركة العربي مقدمة مبادرة اعلانية جديدة والحقيقة انا بشكرهم عليها جدا 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 لان حقه كان مهضوم لحياة طول الوقت وهو الاب الحملة الاعلانية الجديدة لشركة العربي اسمها شكرا يا ابي وانا عجباني الفكرة او اولا باعتباري ابي باعتباري اب فاكيد عبقى فرحان ان في حد بيشاول على الدور اللي احنا بنقوم بيك اببهات سواء في التضحية وفي المعاناة وفي الصرف والانفاق والرعاية وكذا وكذا طبعا الامة مهمة جدا وكلنا عارفين قدرها بس حد يمصلنا بصها برضو فكتر خير شكة العربي ان هم بصوا لينا نحن الابهات ويرعونا واهتموا بينا وعملونا حملة اعلانية والحملة الاعلانية فيها مشاعر انسانية حلوة قوي 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 كمان توري كل ابن وبنت قيمة الاب وان انت تجلي دلوقتي حالا على ابوكي تبوسي ايده وتقول له شكرا يا ابتي في سابقة هي الاولى من نوعها اطلقت مجموعة العربي مبادرة جديدة لترسيخ قيم الشكر والعرفان ورد الجميل من كل افراد المجتمع الى الاب المصري بحضور الفنان احمد امين والمهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي الاب اللي شقيان وتعبان وطلعان عنيزة محن في نقول كده يعني الناس نسينه اه فيه فعلا عيد اب لكن محدش بيكلم عن عيد الاب احنا بقى انطلاقا من دورنا للمجتمع ده لقينا ان احنا محتاجين ان احنا نصحصح المجتمع كله يا سيادنا يا سيادنا لابد ان احنا نحتفي بالاب ونديل حقه فبفضل الله الشباب اللي موجدين سواء كانوا امهات او اباء كلهم الشغلين في شركة العربي عملوا الحملة الجميلة دي اخبالك علشان كلنا نحس قد ايه الاب لدور محوري زي ما الام برضو لها دور محوري في الاسرة وجود الاب في الاسرة المصرية مهم جدا واللي بيحصل دلوقتي ابسط دعم معنوي ان احنا نقول للراجل اللي بيضحي بجزء كبير من وقته من راحته ومن حياته علشان خاطر الناس اللي هو مسؤول منهم اللي هو بيحبهم واحنا بالمناسبة كالأبغاد ما بنعرفش نعبر عن الحب زي ماما انا ابتداء من السنة دي وكل سنة لو لقيت في حدث بيحصل من ولادي قبل عيد الاب او قبل يوم الاب وقوم قالولي يا بابا احنا بنحبك وكل سنة ومتطيب ومعها اشارك مش مشكلة يعني انا موافق او طاقم كبير هات لأي حاجة انا مرحب يعني انا شخصيا انت الاب هحس ان ده دعم معنوي ليه ونتمنى ان ده دعم معنوي لكل اب يدعو اكتر الى انطرابة من الوصفة حملة تطلقها مجموعة العربي خلال الشهر الحالي وبمناسبة عيد الاب يوم 21 من يونيو علشان تكون حملة وفاء وتقدير للاب المصري لكونوا رمز هام للعطاء الفياض اللي يستحق التكريم والاحتفاء اهلا بحضرتكم مع قارب الساعة تشير الى التاسعة الا قليلا موعد الكلام المفيد مساء كل اربعاء مع الاعلام الكبير الاستاذ مفيد فوزي مساء الانوار الرئيس مساء الانجاز مساء الانجاز جوايا معنى لازم تطلعوا في النهار انه سبع سنين كانوا يعتبروا مش عايز اقول بعدد قد دي من سنين واخترلك ثلاث حاجات اعمار غزة لفتة الانتباه لمرضى الفشل الكلوي تمام تمكين المرأة من مناصب القضاء ممكن في لحظة من اللحظات يبقى حضرة سعادة النائب العام ست تمام مصر تانية بس ده ده حاجة كانت في قلبي وانت لازم اقولها لا لا وعايز اقول لها حضرة لكن انت يعني اخر كلمتين في اعتقادي ينفعوا يبقى عنوان اللي هو مصر تانية اه صحيح مصر تانية مصر تانية حقيقي احنا اخر سنين احنا شايفين مصر تانية اه خد بالك اللي بيقولك الكلام ده اتيع لي بفضل الضابط الكل ان انا اشوف عبد الناصر واشوف السادات اه لا انت شفت مصر الرابعة وخمسة وسبسة اه يعني بسم الله من شاء الله اه فبما اني شفت اه وعرفت تقدر تحكم وتكويت وابتزمت وتحكت وعشت وعشت التفكير في الهجرة اه انا فاكر في زمن الاخوان صحية كنت قد قررت الزهاد الى كندا صح انا فاكر لانه اخو مراتي عايشناك دكتور وعنده عيادة لا انت قلت لي قلت لي انا مسافر اه بالزبط بلغني قال لنا مسافر يا تابر وعندما خرج الرجل الجسور انا لما بقول عبد الفتاة السيسي بقول يساوي المسئولية التاريخية جسور يعني قائد جسور حقيقي صحية ونزل انما دي مصر جديدة تانية عشان كده انا لما بشوف الجمهورية الجديدة اه بعد افكر اقول ايه هل الجمهورية الجديدة مش هتهتم بالماضي لا سوف تبنى من الخبرات المتركمة لعدد كبير من المصريين صحيح لهم قيمة وانا النهاردة هزود اهو من فوايد وانجازات ثورة 30 يونيو المجيدة نعم هو بقاء مفيد فوزي اه في مصر اشكرك اه مدام استفدنا بدايب قديم من الانجازات في التورة 30 يونيو المجيدة ده وانا مقبل على العمل الاعلامي نعم قال لي انت دلما تدخل في عمل قائم على الظهور قدام الناس صح هتتحول الى شخصية عامة الشخصية العامة تفقد خصوصيتها على طول انت اصبحت مستباحا كده اه بالزبط اه مستباحا اه اخبارك واسرارك صحيح ودنيتك وولادك كأنك وقف على مسرح بالزبط كده انت متنائب 24 ساعة متنائب 24 ساعة صحيح انا مهاجم مش مهاجم متقل سؤال فيه الحاح شديد ايه لماذا لم تتزوج بعد امل العمدة اه احيانا ما بردش انما واحيانا ما بكتبش وانا ما عنديش يعني مهارة الكتابة على الكمبيوتر كمبيوتر وكمان انا ودعت قريب قريب قوي الفاكس صح وقرت له تحقياتي لك يا قريب قوي امال ده الفاكس ده اصبح من امال من الاصار الفرعونية من الاصار الفرعونية لان تعلمت ازاي ابعت مقالاتي بالواتساب نعم المهم ان انا اعاد تقول ايه الناس بتسألني ليه يعني لا هو سؤال حقيقة رغم ان انا عارف انه هو من خصوصية خصوصيات الانسان طبعا وقرار الزواج او قرار الطلاق او قرار اللي مش عارف كذا دي قرارات تخص للشخص وحده لكن زي ما اتفقنا ان الشخصية العامة امورها مش تباحة خصوصا لما يكون الناس بتحب اخد بالك جزء منه حب يعني نعم صحيح جزء منه فضول احق اه جزء منه فضول وجزء منه ان انا بحب الشخص ده عايز عارف عنه كل حاجة عايز عارف عنه كل حاجة وعايز بتطمن عليه وليه عايش لوحده وخصوصا انه العمر على الراحلة ربنا يكرمها العمدة زمن طويل نعم صحيح فانا عارف جزء من الاجابة بس طبعا حسين من حضرتك طبعا انت عارفها كمان انت عارف ان حنان هي الصديقة طبعا والام حنان مفيد فوزي طبعا نعم هي الصديقة والام ورفيقة الحياة انا عارف انها ملت عليك حياتك طبعا ربنا يكرمك بيها دايما والاساس هيكل عامد حسنين هيكل قال لي انت لما انت جوز قلت له انا ما دخلش امرأة جديدة على حنان ابدا وبعدين انا لابس دبلة امال ولا تسال لا انا ممكن اعيد الترتيب صدا يعني حضرتك رضيت على الاستاذ هيكل قلت له ما دخلش امرأة جديدة على حنان اه لا انا رأي ان ده السبب التاني اه السبب الاول اه انه ما مش هتلاقي زي امال العمدة بس ما ينفعش واحدة تانية تحل محل امال العمدة لا لا تمام يعني السبب التاني ما دخلش واحدة على حنان برافو بس السبب الاول انه ما فيش امال العمدة بالنسبة للمفيد فوزي بالنسبة للمفيد فوزي ها طبعا لانه المرأة مع رجل ما امرأة ما تكوين وتوليفة صح حقيقي طب هسأل حاجة سؤال بقى طالما حضرتك قول اللي استبحت هذه المساحة فسمحتلنا ان احنا نقتحمها هل الارتباط بزوجة اخرى ينقص من قيمة الوفاء نعم 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 مش عايزة جدال لأ طب ما عليش محتاجة شرح انا 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 ارى يعني مفهاش خيانة بالنسبة لو سألت الناس في فيديو لك انت ما بتخنش انا ارى انه من الصعوبة بمكان ان تعيش امرأة اخرى معايا غير امال العمدة من الصعوبة بمكان ها هتقول لي بس انت ما بحثتش هتقول لي انت انت هتتعود لا لا قبل دي مفيش عادة لا قبل دي يا سبب نعم حالك قلت من الصعوبة ان انت تلاقي حد زي امال العمدة نعم بس انت ما بحثتش انت ما فتحتش الباب اساسا اهو كده صح اعسن يعني انت مش بحثت وما لقيتش هو التعبير الدقيق انك ما فتحتش الباب اساسا وبالتالي كني ما فتحتش الباب رغم ده انا عارف شوية كده اه ان في ناس خبطت خبطوا على الباب يزل الاعجاب بنفس قصير يا سلام نعم لان الحب هو الاعجاب بنفس طويل ثم تنقر على الصداقة درجات عاطفية ساخنة فتحول الصداقة الى حب يصغم الى الزواج ما حصلتش صح ما حصلتش صح او اعجاب بنفس قصير او اعجاب بنفس قصير لكن النفس ده ماكملش لا 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 ماكملش طيب مع قيمة الوفاء اللي حضرتك اكدتها وانه صعوبة جدا ايجاد بديل لامال العمدة نعم وخوفك على حنان نعم كلمني عن الوحدة الوحدة صعبة والوحدة تخليك تتأمل تأمل بشدة وفي التأمل لوحد زي في مصعب اللي هو لو سمحتنا يصبح مفيد انت كنت رقيق لما قلت الوحدة صعبة نعم لانه بالنسبة لنا نحن الرجال نعم الوحدة في الصغر ميزة نعم منطلق وعايز ما حابش حد يكبلك انما يمضي الزمن لكن الوحدة في الكبر معاناة وعذاب ايه اللي ملاها بقى بالنسبة لي الكتابة يا سلام نعم يا سلام انا بفضل ضابط الكل في السمنة ورزقه ايه اصبحت بكتب في صباح الخير وبكتب في روز اليوسف باب حديث المدينة وبكتب يوميات الاخبار وبكتب الدنيا سؤال بسم الله بشاء الله تتلاحز تتلاحز ان انا كل صباح باعد على المكتب والألم والذكرى وفكر ايه اللي هقوله وانت تعلم انه كيف يمكن لكاتب ان يحتشد طبعا كل اسبوع ويحتشد دي معناه انه يجمع كل قوى ويستنفر طيقاته وصديقي الاكبر في البيت هو الألم الذي اتكئ عليه اذا الكتابة والقلم نعم ملغوا فراغوا تمام 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 لا مش تمام اوي مش تمام اوي يعني ملقوا اه اذا كان اذا كان مش تمام لا هو تمام بس مش اوي زي بعض ماش يعني في حتة فاضية موفق في حتة فاضية بما اننا عملنا خدنا حبوب الشجاعة كده والصراحة اه اصلك يعني اتخذلك يا سيد موفيد انا مش عايز اتخذك بحاجة اه مش عايز نسع الجرح فضلا انا مدرك قيمة القلم عند موفيد فوزي نعم وقيمة الكتابة وقيمة حنان بنتك كمان في قد ايه هي مالية عليك حياتك نعم وحنان من ال من ال كنت تعقول من الاطفال نعم حنان من البنات انها لا تطرق استاذ موفيد دقيقة في اليوم سواء وجودا او اتصالا صحيح اه لكن دي التبتبة دي نعم تحسين الجسم دي اه فاكرها اه طبعا طبعا انت ملقتهاش طبعا دي طبعا دي مهمة مع الالم وحنان وكل اللي انت عاوزه نعم بس دي اللي هي الونس طيب تصور بقى اه انه انا بعتقد انه اختياري ككاتب ان انا اساهم في هذه الصحف اللي تذكرتها لحضرتك اي طبطبة مهنية ماشي انا قنع بها خلص كده انا وانا قنع بالاجابة انا قنع بالاجابة انا عارف انه تنام بس مش قاول انت عارف ده زي ايه بالزبط ايه اه اه لو انت سألتني قلتني انت قعدت مع فيروس طبعا طبعا قعدت وسمعتها وشفتها في الحوارات اللي مع فيروس انا ما لما اقول لك منقشة تقول لي طب انت اه فعلا صحيح انك مليت ال ال الو 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 اه تتعالي الفيروز بقى اه لما تخش معاك منقشة ايه ست فيروز انا يعني عندي فكرة انه حدرتك لما تنزلي مصر اه نقعد مع بعض ونتكلم ويريت ننقل الافكار دي للناس يعني تليفزيون فيروز ترد ما بدي ما بدي خلاص ما بدي اه اه ست فيروز اه عندك مانع انه يبقى فلان الفلاني لما ييجي القاهرة او تعذرتك تيبقى تشرفي في القاهرة نزورك لانه فيروزي اكتر مني ما بدي اذا ما بدي هي اجابة مهولة وقصيرة وزكية وعاسمة لست فيروز هي لست فيروز نعم هي الحقيقة اختارت ان تكون راهبة نعم في محراب الفن نعم يعني الفن بس هي عيشة للفن بس حتى مش عايزة تعمل اجتماعيات مش عايزة تعمل اصدقاء مش عايزة تعمل حاجة ما بدي ما بدي ما بدي وهي الحقيقة انت بقى لك احفاد لا لسه لسه انما انت جاي الاحفاد اه على وش انا بيتقال لي احيانا هل صادقت حفيدك صادقت حفيدك شريف اي ما عرفتش ما عرفتش ايه ما عرفتش اصدقه لانه انا ما فهمش في الترند ومعرفش في العالم وصحابه اهم مني ايه طبيعي ايه طبيعي يا صحابي وصحابه بيكتشفوا انهم لهم لغة واحدة يعني صادقة الاحفاد خدوا بالكو بس اهو نعم شريفة اهو عشان ما تبقوش تأميني اني شيف ده بيلي بسم الله من شاء الله كده جامعي محترم كده يعجبكم بسم الله من شاء الله ودرس في اسبانيا لا لا حاجة تفرح كده ان شاء الله نعم فبقولك صداقة الاحفاد اللغة اللغة صعبة اللغة صعبة اه صعبة مفتقدة بين الجيلين مش عايزة جدار صحيح صحيح وهم جيلين فعلا طبع فحنا لما نتقابل مع بعض اه يقول لي ازاك اجده واقول له ازاك انت شريف اخبرك ايه ولك ماشي اجده كويس شبه ما انا جدش كلام اقول ايه يا ربي مين اللي يقدر يطلع كلام من شريف طب انا لو كلمت وهاكلمه في ايه ايه صح لغة الحوار صعبة لغة الحوار صعبة الجيل الجعيدة دي صح صح طب عبل ما اروح للفاصل وعشان نقفل المساحة دي اه ايه اكتر حاجة كنت بتستمتع بيها مع امال العمدة بخلاف طبعا انها زوجة والعشرة وكلها بس اكتر حاجة كنت بتعملها معاها وهي دي المفتقدها قوي الصداقة الصداقة نعم الصداقة مع الزوجة الصداقة الزوجين هي امتع شيء في العب لانها بتبرز قيمة العشرة دي عملتها ازاي يا استاذ بفيد صداقة الزوجية دي انا كنا بنخرج يوميا نقعد في حتة ونتكلم معها خلاص خلاص انسوا كلا ما فيش خروج يوميا لو فيش خروج منتك فتح عينين زوجاتنا علينا لا معلش لا انا مش بقولك انا بقولك ده اسبوعيا هو قصده اسبوعيا بس ايها خانوا التعبير انا بقولك ده ليه لانه ما في رأسي بحطه لها على الترابيسة تمام ما في رأسها بتحطها على الترابيسة تمام وكان احيانا انا فكر احد القناصل في احد الدول قال الله هو انا بشوفك في كل حدة ليه هو انتو صحاب ولا متجوزين شوف العبارة ايه انتو صحاب ولا متجوزين بقول الله سعد السفير احنا متجوزين وعندنا ولد بس اصحاب عشان كده نقول ان الصداقة الزوجية تعمر الله وتعمر العلاقة وتنورها وده سبب البطيرة وسبب افتقادي الجنوني لشخص اماد اتخنقنا ويا ما تقطعنا ويا ما تخصمنا بس كما تقوله من كل سوم خصام ما يدومش يدوبك حتى يومين هلا 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 نعم هلا 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 اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل كنا بنكلم قبل الفاصل عن ال الهلاقة المختلفة والاستثنائية اللي كان بتجمع الاستاذ مفيد بزوجة الراحلة امال العمدة واجمل ما فيها انها كانت صداقة في صورة زواج او زواج مبني على الصداقة او دي كانت حاجة جميلة بس كمان انا توقفت قدام الحوارات اللي ضارت بمني الاستاذ مفيد والستة فيروز طبعا نجمة الغناء في الوطن العربي وفي لبنان وفكرت انه بذكر الاجيال وكلامه مع شريف حفيد ان فيه فرق سرعات وفرق اجيال وفرق حوارات وانا لو سألتك دلوقتي يا استاذ مفيد عندما كان في التمانينات والتسعينات وبداية الالفنات يتقال من نجمة لبنان في الغناء فيتقال فيروز نعم وعندما اسأل الان من نجمة لبنان في الغناء دلوقتي فقد يجيب البعض علي نانسي عجرم او هيفاء وهبي لا سيقوله فيروز فعلا الزوء العام العربي ان لم يكن قد اصابه بعض العربي انت متأكد من الاجابة دي نعم لو نزلت الشارع نعم واقوله مين نجمة لبنان في الغناء دلوقتي هيقوله فيروز نعم رغم انها لا تغني الان ولو ولو نعم لانها قابعة في الوجدان اللبناني والعربي لا انا ارى انه عواطفك لها جزء جميل من الاجابة دي ربما كانت عواطفي لكن تب ما انا بشوف في اجمل من نانسي عجرم لا ما انا شارعها بالجمال يعني انا قصدي انا وزلت الشارع المصري دلوقتي اه وقلت لهم من نجمة الغناء الان في مصر هيقوله مكنتوم مش هيقوله مكنتوم رغم انها سيدة الجناء العربي اكيد لك ان في ناس طبعا او جيل هيقولك مكنتوم طبعا نعم بس مش هيتقال اسمها الا عند الناس اللي عشقها مكنتوم لا تسمع الا مكنتوم جيلي ربما ربما جيلي هيقولك كده ربما وديلي ايضا هينحاز لفيروز هو انت استاذ مفيد نعم ضد تطور الاجيال لا انا بعتبر او بقف اوي مع القيمة التي لا تذهب بس هل ده معنا انه نقف في متابعتي للفن عند مرحلة فيروز لا 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 انا متابع بدليل انا شفت في مسلسل رمضاني بعتتلي حنان الشريحة بيتسموها فلاشة مش كده اي مصبوط عشان تعرف ان انا لا لا انت اطورت اوي رجل اطورت اوي ده دخلت من فلاشة بقصة جميلة اه فلاشة في عليها مسلسل اه اللي هو هجمة مرتدة لا نيوتن لعبة نيوتن جزر اه بتعمونا الزاكري ومجوع واحترمت جدا النجوم لدرجة غير عادية وغير طبيعية حلو مسلوا انا انا مفيد فوزي ضربت تليفون وكلمت سيد رجب فعلا ايوه هاي وقلت له ايه ده ايه التفاصيل الصغيرة يا راجل ده تصور نفسك نفسك تصور حلو الغرغراء الانين المغرورقة بالدموع تصورت صح البنت التونسية عائشة بن احمد شفتها موهوبة جدا موهوبة ومترمة وكتبت عنها كما لو كانت نجمة متقصلة وهي تونسية جميلة الى درجة انك تحس انك يعني ترأي بها حيثو ما ذهبت تشوف الى ايحد وكلمتها هو ده الاعجاب بالنفس القصير اه طبعا ميش ميش حلو حلو الاستدراك ده تعجبني اول في جملك العدراضية اصل تراقبها انها ما ذهبت دي وصلنا لمرحلة الاعجاب بالنفس القصير هي فعلا ممثلة واعتقد انها تاقد مش مكان لكنها تقف جنب هند صابري التي وضرها وضرها صح كل هؤلاء الدوانسة على فكرة انا ببنساش دعواتك لما بنعد في نتكلم في هذا المرصد الصغير اخر حاجة انت تكلمت فيها كيف نربي اولادنا صح لو تتذكر صح انا من خلال هذا الموقع بتمنى نناقش صفر امية في مصر حلم عمري صفر امية عندما نصل اليها ده يبقى حلم يا سلام هي هي بعتقد ان ده شيء كبير نناقش صفر امية نعم ونناقش كيف نربي اولادنا نعم بس برضو هرجع قول انا بحس انه جيل حضرتك ربما الجيل اللي بعدك حابين يقفوا عندما راحل جيلهم يعني يقولك الغنى ومخنطوم وفيروز المش عارف الايه كذا محمود ياسين ومش عارف فتر حام كذا ده لانه بتلاقوا نفسكم ما بتلاقوش نفسكم في الجيل الجديد ولا لسه افلين على نفسكم في فنك وعصرك سؤالك مهم اجابته انا لما بشوف مونة زاكي انت بتعتبر مونة زاكي ممثلة شابة طبعا مقدرش اقول انها عقيلة راتب لا طبعا لكن بقى رائبها وبتفرج عليها وبستمتع بيها لدرجة اننا بس بتحس انها من عالمك اه اه يعني بتقدر انت عارف كل اسئلتي اللي انا بنبش عنها دي ليه عارف ليه بتقدر تدخل الى المنطقة الوجدانية تمام وده مهم جدا انا بحاول بنبش كل ده عشان افسر فكرة اللي ما بتقعد مع شريف ما بتلاقوش حاجة تقولوها ده جزء من الموضوع يا استاذ مفيد سيق تماما انه شريف لو كان شاف نيوتن هنقش فيه وهكلم معه بس ما فيش انا اسف انزا اخدت بقولها بالانجليزي ما فيش طبك لا عشان فيش عنوان نتكلم فيه وفيه الزهرة بقى اسمها ايه اخبار البنات ايه بس ده اخي حاجة تعرف تعملها بس طبك ليه ما عملتش ان انت الفلاشة اللي بعتها لك حنان ما جبتش شريف وتفرقته على المسلسل سواء لانه شريف عايش مع والدته في وبابا في اه معلش ما عارف بس انا بصدي انه يعني شريف انا فيه حاجة عايزين نعملها مع بعض ما اعتقدش انه كان يتحمل لانه خد بالك كمان منهاجة خطيرة شريف يعبر اكتر الانجليش بالانجليزي اكتر من العربي لانه كان في مدرسة انجليزي لا بس لا لا ده لازع منك اوستاذ مفيد او اعا وده وده يعني ايه حاسس انا مفيد فوزي مفيد فوزي حفيده العربي يعبر بالانجليزي حسنا العربي بتاعه بعافية انما عرفت الاجيال حصل فيها ايه اه طبعا انما عشان كده كنت باقولك انه في يوم من الايام لازم نتكلم مع الراجل الدكتور سلاح فضل اه طبعا تعليم اللغة العربية صح في المدارس لا لا انا قفلت بعد المعلومة دي اختمازه فيه عايز اقول مش دايما الندم علشان عملنا حاجة غلط مش دايما ساعات الندم سببه ان احنا عملنا حاجة صح لناس غلط غدا نهارم آخر اشتركوا في القناة